اشتركوا في القناة خرجنا اليوم لنوصل رسالتنا للعالم أجمع بأن الشعب اليمني تحت خط الفقر يعاني القوع والمقاعة بسبب الأزمة الاقتصادية المفتعلة من قبل دول التحالف نقول أن التحالف مسؤول أمام العالم وهو المسؤول الأول والأخير عن ما يحصل داخل اليمن أما الحكومة الشرعية منزوعة الصلاحية والسيادة عن موانئها ومطاراتها وثروتها تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية خاصة في المناطق المحررة وكذا استمرار انهيار العملة مقابل العمولات الأجنبية أسباب جعلت المواطنين يناهضون سياسة التحالف تجاه اليمن وأزمته متهمين إياه بالخروج عن أهدافه والعمل على محاربة الشرعية بدلا من استعادتها مرددين شعارات حملت عبارات صريحة وصفة التدخل بالاحتلال والوصاية مطالبين بتمكين الدولة من موارد البلاد عبر مؤسساتها بدلا من المعونات نطالب أن تكون الدولة هي الوصية الوحيدة على النوانة وعلى المطارات ومن طالب بعادة تصدير النفط وتصدير الغاز كي تستعيد العملة عافيتها وسعيد الاستصاد عافيته هذه هي مطالب الشباب ومطالب ثورة القياع نحن نريد ثروات بلادنا من مواني ونفط وغاز ونريد أن ترجع الأسعار كما كانت عليه المتظاهرون ناشدوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها والعودة إلى اليمن مكررين هتافات تطالب برحيل التحالف الذي وحسب قولهم لم يخفف من معاناتهم بسبب حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع وحصار المدينة بل فاقمها وصلنا بسبب التحالف لا قابلنا أي نتيجة أربع سنوات أربع سنوات ماذا عمل تحالف معنا؟ ماذا عمل لنا؟ منهم مأتا هو من جهة والحوثي في داخل طرح من جهة أخرى شعارات كثيرة رفعها المواطنون هنا لم تستثني أحدا حتى الأحزاب السياسية التي وبحسب المتظاهرين خذلتهم واستغلت معاناة المواطنين ولم تعبر عنهم كما ذكرت بمشعل الحرب الميليشيا التي استنزفت مقدرات البلاد وكانت حربها سببا في كل ما تلاها ترجمة نانسي قنقر